طب أنا يمكن أفكر مع حدك بصوت عالي أنا وشخصكم الكريم في مرحلة من المراحل بالتأكيد نحسب ولا نشرف على مربع المعارضة المصرية وفي وقت آخر ويسار وما إلى ذلك وفي وقت آخر قد يكون حالياً نحن محسوبين على الموالاة وبرضو ده أنا ما بظنش أنه فيه أي مشكلة في أي وقع سياسي في الدنيا يعني المحافظين موالاة أحياناً ومعارضة أحياناً ده الحزب على بعضه لكن بالتجربة بتقول أن القائمة النسبية في تاريخنا السياسي والانتخابي ما قدتش لتواجد واسع وقوي داخل البرلمان ولا مر ما هو للأمرة برضو عشان تبقى الأمور الموضعية لما أنت تتكلم عن المستوى النظري القائمة النسبية ممتاز لأن القائمة النسبية هي اللي بتخلي كع الحزب أقوى في مواجهة الفرد أن هي بتدي الأولوية للبرنامج ومش للشخص مضبوط الناس بتروح تنتخب قائمة قائمة حزبية مش شخص فرد موجودة في دول كتيرة لاستقر تنظمتها السياسية يعني طبعاً في دول زي بريطانيا فيها النظام الفردي الأساس في دول تانية فيها النسبية اللي هي بتدي بس أحياناً النسبية مثلاً النموذج الإسرائيلي ما هو لازم تاني عشان حتى لا يبدو أن أنا برجح واحدة على وحدة أن إحنا مهم دراسة التجارب في إطار مختلف النموذج الإسرائيل عنده العتبة الانتخابية كانت في فترة معينة 5% من لا يتجاوز الخمسة في المية يشطب أو يحل بقوة القانون أو يندمج في أحزاب أخرى بس مثلاً أحد النتائج في النظام الإسرائيلي أن هي عملت مأساة كبيرة جداً لخلت القوى للأحزاب الصغيرة تصعد ويبقى اللي كود والعمل اللي كانوا في وقت من الأوقات هم الاثنين بيتقسموا الحياة السياسية الإسرائيلية لحد سنة يمكن أوائل التمانينات طبعاً حزب العمل حكم إسرائيل منذ زرع هذا الكيان الاستيطاني من 48 لحد ما صعد مناح مبيجن في 77 ثم عاد العمل مرة أخرى مع شمون بريزو رابعين قبل أن يجي نتانياهو سنة 96 وكان قوي جداً كان بيقود أظن 40 مقعد من 120 دلوقت اللي كود نزل للأظن أقل من العشرين في حين مصعدت أحزاب صغيرة جداً أحزاب الأقلية أحزاب الأقلية هي التي تأتي يعني جزء من المشكلة السياسية في إسرائيل دلوقت هي أن الذي يقود إسرائيل مش ليكود ولا نتانياه هو اعتمار بن غفير والسوليونية المتصهينة ومعرفش السوليونية القومية والشاس وكل القوى السياسية المتطرفة اللي يريد تقوله أنا معي ثلاث مقاعد احنا شفنا أنه الذي ردح الحكومة حكومة يسار الوسط قبل نتانياه و لبيد كان يعني ما يمكن إطلاق عليهم الأخوار المسلمين في إسرائيل ماشي لأنه كان للكتلة العربية جزء من الكتلة العربية فالحياة السياسية في إسرائيل هذا النموذج خلى الأولوية النوحة لأنه أصوات بتوبة 59 و 61 فلو واحد غير رأيه بيسقط الحكوم فهنا في حد تاني يقولك لا والله لو أنا عملت ده هيبه هدي القوة هدي أكبر تمثيل حقيقي للشعب وبالتالي يبه فيه اتلافات وفيه هل ده بيشل الحياة السياسية ولا بيقويها هنا وجهة النظر حسب قوتك حسب استعدادك حسب الظروف اللي انت فيها هل عندك مشكلة اقصادية ولا لا هل عندك تهديدات خطيرة خارجية ولا لا طب لو عملت النموذج ده هل ممكن يجيب رجال أعمال مثلا هل ممكن يجيب بتوع تجار الدين لابد أن تنظر للمسألة في إطار أوسع مش فقط أن أنا أقول ده أحسن وده أوحش ماشي احنا شوفنا بعض الناس في انتخابات قبل الماضية كان فيها جزء الأساسي المال السياسي من يستطيع أن ينفق هو اللي كان بيفوز طيب هل انت ده جيد هل تقدر تعالجه زي كل دي أسئلة وانت بتختار النموذج السياسي لازم تكون في ذهنك بحيث أن انت يكون عندك الهدف وكيف أصل إلى أفضل طريق في ظل المعطيات اللي موجودة لأنه الكلام النظري واحده لا مش شيء طيب يمكن هنا هبدأ أنتقل على مسألة هل يوجد تخوف لدى ده بنواقع مناقشاتكم مع طيارات المعارضة المختلفة أو طيار المدني اللي موجودة في الحوار الوطني هل هم عندهم تخوفات من مسألة نسج تحالفات على قوائم انتخابية في الانتخابات البرلمانية اللي جاية في 26 مع حتى أحزاب المولاء إلى أن ينفض السامر وتنتهي الانتخابات وتعلن النتائج كان مجرد تحالف انتخابي وليس تحالف سياسي تحت القبة هل لديهم هذه التخوفات ولو عندهم هي عندهم ليه ما هو التحالف السياسي مش موجود هو تحالف لأجل الانتخابات على قائمة مغلقة بصد ما هو أتيني يعني في مصر الحركة المدنية هي يفترض العنوان العريض للمعارضة المصرية المعارضة المدنية قد تتفق أو المعارضة المدنية الحركة المدنية قد تتفق في بعض الأراء السياسية وهذا حقها طبيعي طبيعي بس في الحركة المدنية فيها فيها الحزب الكرامة والتحالف الشعبي وهم يسار وفيها عندك قوى لبرالية جدا صحيح طيب القوى لبرالية فيما يتعلق بالجوهر المشكلة في مصر فيها جزء سيسميش جوهر بس إلى الاقتصاد طيب ساعة ما يجوا دول يتكلموا في الاقتصاد الاتين على طرفين نقيم دي نقطة مهمة صحيح البعض يقول لا والله خلينا اتفق على برنامج سياسي البرنامج السياسي بعد كده ننفض كل واحد يذهب إلى حال سبيله خدت بالك وبالتالي الحركة المدنية قد تتفق في توجهات سياسية لكنها لا تتفق في توجهات اقتصادية واجتماعية فهل التحالف يكون هو تحالف انتخابه فقط وبعد كده كله يروح لحال سبيله لأنه شفنا حتى داخل الحركة المدنية فيه انقسامات وهذا طبيعي لا يعيب الحركة المدنية يبب فيه انقسامات بس انقسامات على اساس اقتصاد فيه حد شايف الحل يبب عندك لبرالية كاملة يبب عندك الاولوية القطاع الخاص فقط وحد تاني في اليسار بيقولك لا الدولة لابد ان يقول لها دور لأن فيه ازمة اقتصادية وفيه نسبة فقرة فوق 30% او 29.5% فبالتالي من المهم ان تكون الدولة موجود ده جوة يعني لما حتى الحركة المدنية جات تتكلم فيه صوتت على المشاركة في حوار الوطني ما كانوش الناس كلهم على رأي واحد وهذا في السياسة طبيعي بالمناسب اه طبعا المهم انهم يبقى فيه اوضوح رؤية لانه احيانا احد المشاكل الحقيقية في الحياة السياسية المصرية وفي الحياة السياسية العربية الى حد المال انه فيه مثالية شديدة جدا مثالية في كل المجالات ان انت ترى ان ده افضل حاجة واسوأ حاجة السياسة هي المنطقة اللي في النص انت يعني الغرب عنده انه بيفكر ليه احنا بنتاهم نقول كلمة النفعية وكأنها كلمة عيب النفعية هي انك انت مش ان انت بالمفهوم الشعبوي المصري لا النفعية انك انت بتشوف مصلحتك فين دلوقت فبتقدر توصل لحل وسط تاخد فيه سبعة من عشرة واحد تاخد ثلاثة فكرة انك تاخد العشرة من عشرة مش موجودة في الدنيا كلها هل ده تيجي تقول لا لا ده تنازل لا يا سيدي السياسة انك انت بتاخد حاجة النهاردة وبتبني عليها وهكذا فيش حاجة بتبني ما بين يعني طرفة عين وانتباهاتك ده اللي بعمله ربنا لكن في الحياة السياسية عموما لا مش موجود ده شكرا